السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريقة إنشاء حساب تويتر على الموبايل بفيديو اليوم رح نشرح طريقة إنشاء حساب تويتر أو حساب X على الموبايل بعد التحديثات الأخيرة بل ما نطول بالمقدمة كتير خلونا نروح على الشرح فورا إذن أصدقائي طبعا فيك تنزل تطبيق تويتر من الماتجر بعد ما نزلنا التطبيق رح نفتحه رح تظهر معنا صفحة بهالشكل وهون بيعطيك خيارين لإنشاء الحساب أما عن طريق حساب جوجل مباشرة أو عن طريق الضغط على إنشاء حساب ويفضل بإنشاء حسابات التواصل الاجتماعي بشكل عام ما تستخدم حساب جوجل وتختار إنشاء حساب مشان تضيف بياناتك حسب يلي أنت بدك ياه مو حسب يلي رح تفرضها جوجل المهم رح أضغط على إنشاء حساب رح تفتح هالصفحة هون مطلوب تحديد اللغة يلي بدك تستخدمها إذا بدك تضيف أي لغة إضافية فيك تضغط على البحث أنا رح أكتفي باللغة العربية ورح أضغط على التالي رح تفتح صفحة إنشاء الحساب وفيها ثلاث فراغة رح نعبيها على الشكل التالي الفراغ الأول رح أكتب اسمي الفراغ الثاني أما رح أضيف رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني طبعا رح يعطيك خيار الاختيار بين الرقم أو البريد هون بالأسفل وآخر فراغ رح أكتب تاريخ الميلاد وبعدين رح أضغط على التالي مصادقة الحساب نحن بحاجة للتأكد من إنك شخص حقيقي رح أضغط على المصادقة رح تفتح معي صفحة المصادقة والتأكد طبعا رح غير اتجاه الصورة باتجاه اليد ورح أضغط على أرسال رح يبعطولنا الرمز توثيق أو الرمز تحقق على الإيميل رح نروح على الإيميل ونأخذ الرمز ونرجع نكتبه بها الفراغ ونضغط على التالي سوف تحتاج إلى كلمة مرور هون مطلوب منا كتابة كلمة مرور حاول تكتب كلمة مرور قوية يعني خليط بين حروف وأرقام وبنفس الوقت تكون سهلة عليك مشان ما تنساها بعد ما كتبنا كلمة المرور رح أضغط على تسجيل اختيار صورة الملف الشخصي هون مطلوب مني إضافة صورة للملف الشخصي رح أضغط على الكاميرا بعدين اختيار صورة موجودة رح يفتح معرض الصور ورح أختار صورة للحساب بعدين رح حرك الصورة وأضبط أبعادها بعدين أضغط على تطبيق سماح بعد ما اخترت الصورة رح أضغط على التالي هون مطلوب كتابة اسم مستخدم للحساب طبعا هالإسم مكتوب بشكل تلقائي فيك تمسحه وتضيف الاسم يلي بدك ياه وإذا كان متوفر رح تظهر علامة الصح باللون الأخضر بعد ما كتبنا اسم المستخدم رح نضغط على التالي بعدين متابعة هون رح تظهر لك اقتراح أشخاص للمتابعة رح أضغط على التالي كمان رح يعطيك اقتراح متابعة صفحات عامة تابع أي وحدة لا على التعيين وبعدين اضغط على التالي وهيك متل ما انتم شايفين تم إنشاء الحساب وفي حال حبيت تغير أي أعدادات بحسابك رح اضغط على الصورة بعدين الملف الشخصي بعدين تعديل الملف الشخصي ومن هون فيك تغير أي أعدادات بملفك الشخصي مثل إضافة صورة غلاف أو تغيير الصورة الشخصية أو أي أعدادات أخرى إذن أصدقائي هاي هي طريقة تفتح حساب تويتر على الموبايل بالفيديو القادم إن شاء الله رح نحكي عن شروط الربح من تويتر طبعا بتشكر كل حدا وصل معنا لهاللحظة من الفيديو وياريت يترك أثر بالضغط على زر الأعجاب ويترك تعليق مميز ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا